موسيقى 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 يعني الفوج الأول كان سنة 2020 لأول مرة تقام مباراة لتوظيف هؤلاء الأطر واعتبرتهم الوزارة على أنهم إضافة نوعية وسيقومون من داخل المهام ديالهم من داخل المؤسسات بتجويد الحياة المدرسية لكن للأسف الشديد يفاجأ هؤلاء الأطر على أنهم وجدوا مجموعة من المهام ومجموعة من التكلفات التي نعتبرها على أنها تكلفات مجحفة وهي تكلفات خارج إطار اختصاص هؤلاء الأطر الأطر لمدة سنتين وهم يعانون مشاكل من داخل المؤسسة التعليمية يعانون من تعسفات ديال الممثلين ديال الإدارة التربوية بحيث يرغمونهم على أداء مهام التي هي خارج اختصاصهم وبالتالي الأطر قاموا بجموعة من الوقافات الاحتجاجية من أجل المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة لكن للأسف لحد الآن لم نتلقى أي جواب لم نتلقى أي تغيير أو أي تحقيق لهذه المطالب التي نطالب بها وأول مطلبين وهو الذي نطالب به كأطر دعم تربوي والشماعي وهو تحديد ساعة العمل في 24 ساعة بالنسبة للسلك ابتدائي والإعدادي وتحديد ساعة العمل في 21 ساعة بالنسبة للسلك الثاني والتأهلي لماذا نطالب بتحديد ساعة العمل في 24 ساعة أو 21 ساعة لأن هؤلاء الأطر فهم يتقادون أجر ديال 5000 درهم مثلهم مثل أساتيدة أو لا هيئة تدريس وبالتالي يجب أن يكون الأجر فهو مناسب للأجر التي يتلقى لها هؤلاء الأطر وبالتالي الوزارة تحتسبنا مثلنا كهيئة الإدارة التربوية التي تشتغل 38 ساعة وهاتم 38 ساعة فهم يتقادون عليها تعويدات بالإضافة إلى تعويدات عن المهام فنجد على أن هؤلاء الأطر يمارسون الإدارة التربوية ويتم تكلفهم بالحراسة العامة للخارجية والحراسة العامة للداخلية ولكن للأسف الشديد ليس هناك أي تعويدات عن المهام وليس هناك أي تعويدات عن ساعة العمل بالإضافة إلى أن هؤلاء الأطر تم تكلفهم يعني بالقيام بمهام الحراسة العامة للخارجية والداخلية ولكن للأسف الشديد فهم قاش لهم الحق فولوج مسلك الإدارة التربوية وكذلك التوجه إلى المراكز ديال التوجيه والتخطيط وكذلك أنهم تعطى لهم تعويدات كباقي أطر الإدارة التربوية فهم محرومون من حركة وطنية التي هي عادلة ومشروعة بحيث أنهم يقومون بتعبئة المطلب المشاركة في الحركة الوطنية فقط عبر ورقة تسلم إلى المديريات الإقليمية ولا يتم إعطاء هذا الحق في الحركة الوطنية حتى قبول المدير الإقليم وبالتالي في الحركة الانتقالية بالنسبة للأطر فهي بدأ بيد الرؤساء للمصالح موارد البشرية وبيد المدير الإقليمي ملحقة تربوية من أطر الدعم التربوي هذا الوقف يجينا كاحتجاج على المسودة ودعتها الوزارة لأننا لحظنا فيها واحد تراجع كبير بحقوق أطر الدعم التربوي هذا التراجع هو المسارات المغلقة يعني تخلقونا جميع المسارات المفتوح يغي يحفز أن هذا الموضف أو أنه يجي دي كوند التكوين داتي وطور راتي ويكون عنده طموح في المسارات الميهنية ما كيناش كذلك ما كيناش عندنا تحدد عدد الساعات لعمل حتى نخدمه كأطول الإدارة 38 ساعة ولكن لا يوجد أي تحفيز مالي أو تعويضات تكملية بغاية الوزارة تحددنا وحنا دمن أطول الإدارة أو حنا دمن نهاء التدريس ولكن من هائئة التدريس تحددنا عدد الساعات كأطول التدريس السلك المتعي لديهم 30 ساعة السلك المتعي لديهم 25 ساعة السلك المتعي لديهم 21 ساعة فالفتنطب الموزارة تحددنا عدد الساعات مع تدقيق في المهام لأنها تتطنع كلمات فقط فضاء مساعدة مساهمة وتقوم ما هو طبوي ما هو إداري إذا لا تحتاج إلى مع هائئة التدريس فنحن نقوم بمهام طبوية محدة فقط الحركة هذه نقطة 6 الحركة لدينا حركة ليس كهيئة التدريس حركة إلكترونية تتخدع إلى إذا نحن نريد حركة إلكترونية يعني عادلة نعمره إلكترونيا وتخشنا حركة إلكترونيا حيث نبقى رحل إشارة الموديل الإقليمي إذا كان غيره لا يجد أي تعويض نبقى رحل نتلك مؤسسة الناس 20 سنة هم نفسهم مؤسسة وأكثر نبقى حركة عادلة حركة انتقالية عادلة إلكترونيا ثم نتمنع بطريقة إلكترونية سامير مطيع مديرية تعليم سيدي سليمان اليوم فوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية لأن الوزارة مع النقابات ينتجون ضحايا جدد نظام أساسي جديد غير منصف غير عادل خانق المسار المهني أطول ملحقين تربويين وأطول إدارة والملحقين الاجتماعيين كنت منه أن النقابة توصل صوت دينا وتعبر على الموقف دينا قبل هذه المسودة المسربة هي مسودة تتعمد جس النبض ديال الشارع وأحنا اليوم خرجنا ولم نستجبوش المطالب دينا سيستمر النضال دينا داخل المؤسسات التعليمية في الأقاليم وفي العاصمة ديال المملكة تحية لكم شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر